أنا بقول إنه العجز الذي يقرر التصفية مش أنا ضوابة موضوع بتقول في نهاية الاستلاة يتم الصرف وموجب اللجنة تانية تشرف عليها هيئة الرقابة على الصدرات والوردات الأمح يستلم بالوزن ويصرف بالوزن وفي حالة ثبوت عجز يحمل صاحب الشون أو صاحب الصومعة بقيمة هذا العجزة درامة 25 هيجيب لي أمح محاول لبنين هيجيبه لبنين لما أنا في اللجنة أثبت في المحضر لأ سيد أمين حددين خطفوا ستاعة نتفنى إن التقديرات اختلفت التقديرات اختلفت ثانيا واحد ثانيا واحد ثانيا واحد لا اختلف لأ اختلف الورق عن الواقع تستيف الورق بيحصل إزاي لما يبقى عندي كيان قانوني الورق بيقول لي إن الساعة 46 ألف لما إيس الساعة لقاها 35 هو متعاقد ما على 46 بيقول لي إن المخزن 39 ألف طن ونص أليها 19 ألف طن ونص كويس يا فندم هو راح سدد الـ 56 مليون أو الـ 55 مليون وشوية كإثبات لحسن النية وبيقول له تسويرة صفرية هو لما ما عندوش أمح محلي هيجيب أمح محلي من نية هيجيب لي بيستورة بسرع تسويرة الصفرية لا تعني إلا ذلك يا فندم ده باب خلفي الفساد وهو ده اللي اتكرر طب لما ما جابش أمح محلي هيحصل إيه؟ نعم يا فندم بعد إذن حضرتك أنا أولا هو بعد إذن حضرتك أصحاب السوامع وأصحاب البناكر وأصحاب الشناء الشوان هم أصحاب المطاحن لا لا مش كلهم لا يا فندم أنا أقفل أنا أقفل يا جماعة